اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه التغاون فزاعة كبيرة وهذه الكل باش نبارهنوهم بعض اللي هو كذب في كذب بالنسبة للمجتمع المدني انا باش نبدأ بلجنة حقوق الانسان لجنة حقوق الانسان اللي ترى انه الرش في سليانا جريمة لا تختفر ولكن الرش في الكيف في عهد السبسي والرش في مدنيين في عهد التقنقرات مسألة فيها نظر اثر مسيرة احتجاجية للمطالبة باقالة رئيس منطقة الشرطة بسبب ارتكابه تجاوزات اثناء اذتلاعه بمهمه وقد اسفر اشتباك اعوان الامن مع المواطنين الذين حاولوا اقتحام مقر منطقة الشرطة عن مقتل احد المواطنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح بليغة وشهد مستشفى الكاف ومخيته غذبا من المواطنين وعائلات الضحايا مطالبين وزارة الداخلية باقاف كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وخاصة رئيس المنطقة الذي يتهمونه باهانة المواطنين وترويعهم انا ريت خالد الغزوان ريت خالد الغزوان يكليفاش تير عليهم السوء التصرف على المسؤولين في ولاية الكاف كل المسؤولين ابدأها من اول موظف في ولاية الكاف الاكبر جهاز فيها اللي هو ولاية الكاف اللي حتى في وضع كهذا مهبطش حتى مش يطل على مهبطش حتى مش يطل على عباد الميت عليش عباد في ظاهر الأمر مشو يطالبوا بمطالب شرعية تتمثل في العمل لو رجل كبير واح يطل في تعربي يضربوا فيه بكارتوسة رجل كبير راو لو يعصف لاخد مرحة تساي ما تفيدوا تعربي ما تروبي بكارتوسة كيف كيف لجنة حقوق الانساء اللي ما سمعتش ما في بالهاش بواحد شاب مسكين في مدنين اتوديون صغير خرج الظاهر ضد ناس نعتوه بالإرهاب خاطر صوت للمرزوقي قتلوه البوليسية يطلع على الدار ما خلطوش راهم في الدار راهم ما خلطوش والتعليمات زيتهم بالمطار دا ما اتطارده كان جيتهم تعليمات والمطار دا خوية ممنوع في القانون التونسي خوية حق الطفل هذا يطلع خوية حاجة تنمحة يطلع تتحمل مزارة الداخلية تتحمل مسؤولية وفاة الشاب هذا خاطر هي المسارة من الصباح فهم 8-12 نار مسيرات الناس كل رائع خارج على حقه خارج على كلمة حقه المسيرة بدأت من نص نهار توصلت حتى إلى 9-10 متاع الليل فهمها؟ واللي هم يطاردوا في وسط البلاد يطاردوا في وسط هنا ميت في دارهم ميت الحاكم يجروا للاعبات طيش هيك البوب بقاس طيشها في دار الميت فهمة قروب قروب فيها 12-14 بوليشي معنا ذاك البوب قلنا قول ما نغادش ديارك قلنا راهم ميت خوية عدنا ميت تقوم يا ولدي تقوم قلنا أنا منش دايمي برا روح انت قلنا أنا برا روح وديها ميت ما عندنا حد شيء معنا وانا تخبيتها تعد الحجرة والقاس بعدها جيش بعدها أنا كلامة من نمونا متاعي عندها كلامة وقلتها أخوية إيجا شوف لبي بي صغار ناس تعيت لداخل ناس داخل ناس داخل يصبها لها في الماس لجنة حوق الإنسان الهن مش موجودة كيف كيف التوينسة فروخ تشدوا في سليانا على خاطر قال لك شنو يحرضوا على انتخاب المرزوق وزيدة كمل واحد كتب رسي دي جاج في سفيقس كملوا وشدوه كيف كيف توقفت الحركة اليوم في إضرب عام بمنطقة قرقور على خلفية إيقاف الشاب توفيق الصالحي تمهيدا لمحاكمته بتهمة كتابة بعض الجمل والكلمات المسيئة لأحد المرشحين للمنصب الرئاسي حسب ما جاء في محظر البحث الجزائي هذه وقفة احتجاجية من أهالي منطقة قرقور ومن أحرار قرقور تعبيرا منه منساندة لخونة توفيق سجين الرأي خونة توفيق موقوف خونة توفيق موقوف لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه بكل حرية وعفوية وقال لا لرجوع التجمع وقال لا لرجوع الاستبداد التهمته الوحيدة اللي موجه ليه اللي هو اكتب تقريبا رسي دي دي جاج في السياق هذا واكتب للنيداء هذا يكون يبدو لي مضمون في الدستور وهذا يكون نرى فيه اليوم في الإعلام جهارا بهرا نرى في سب وشتم ونرى في مستويات منحطة في شاشة الإعلام وتدخل لديارنا رغم ذلك لا نياب عومية ولا أمن ولا حتى حزب سياسي حرك ساكن وحتى ندت إلا أنه حينما يتعلق الأمر بمواطن بسيط تتحول فرقة من العدلية والمحرص تتحول فرقة من عقارب يوجه الأستدعاء مباشر ما فاميش لهناء لجنة حق الإنسان تتكلمت لحد شي تقولش عليه كل شي لاباس لكن في نفس الوقت نفس اللجنة هذية مش هيت تجري كيف فامي لجنة ليبيا ما خالوهيش تدخل في المغرب بالتالي أنا لهناء كيفش تحبني لنثق في المجتمع المدني نمشي معها كبعد من هذا قلت يفامي أعلام حر في تونس صحيح فامي تنوعية أعلامية لكن نحن نعرف أنه المليارات والفلوس ماشي للإعلام التقليدي اللي كان موجود قبل الثورة والإعلام الجديد اللي عنا شنين الإمكانيات اللي عنده ونعرف أنه كيفش ترجع الدكتاتورية كيف ما صار في مصر أول حاجة بشي سكروا هذي الإعلام البديل لك عندنا إعلام ماشي في التجاه واحد وعندكم أحسن بروفا قناة نسمة يعني والخدمة اللي تخدم فيها مع البيجي قايد السيبسي لك من الجميع ما نثقوا في الإعلامتين كيف كيف رباع الرعي للحوار عن جمعية المحامين عن اتحاد الشغل عن منظمة العروفات وعن بيانسور لجنة حقوق والإنسان سيئ ذو مخذيوا مكان أو أعلنوا نفسهم محكمة دستورية باش يغطيوا على التجاوزات المرشح للرئاسة اللي بيجي قايد السيبسي كيفاش أنا تحبني ناثق في المجتمع المدني اللي هو توا يشجع على التجاوزات الدستورية وأكثر من هكا ولا يعوض في مؤسسات حكومية لهناي عنا مجتمع مدني مزيف نسخة في نسخة تبقى الأصل للمجتمع المدني في مصر اللي في بالنبيه مجتمع عتيد وكبير وعريق القناه الكل مشي في القلاب العسكري يصفق للسيسي تقولش عليه ما فاميش ألاف القتلى ما فاميش ناس تتعذب ما فاميش ابنائيات صغيرات في الحبوسات مصر عصافير تزاقزق سماء زرقة هذا هو المجتمع المدني في مصر نحن المجتمع المدني كيف كيف ماشي في نفس الثنية يعني أنا من أجمش نكون عندي ثقة فيه خاطر نعرف ما هو اللي بشي سير لنبعد كيف ترجع الدكتاتورية نحن نمشيوا للسباب الثاني مؤشرات الدكتاتورية نبدأ يخرج لبيجي قايد السبسي يقول أنا بشي نحل العذالة هيئة الحقيقة والكرامة بشي نحط سيهان بالسيدنين في الحبس يخرج محسن مرزوق يقول أنا منصف المرزوقي بشي نحطوه في الحبس يخرج الطيب بكوش يقول الأحزاب اللي تساند في المرزوقي سيتم حلها نزيد ونسمعو أنه مستشار وليد حدوق مستشار الرئاسة يتعرض لإيقاف في الديوانة وتفتيش مدة ساعة في الديوانة متاع مطار تونس قرتاش هذي الكل يأشر بدكتاتورية راجعة أكثر من هكا التزوير اللي اعترف بيه السبسي في عهد بورقيبة والتزوير توا اللي قاعد يصير وعترفت بيه المحكمة الإدارية كيفش تحبنا نيثقو نحن أنه الديكتاتورية ميش بيش ترجع أكثر من هكا مجلس النواب كل الأحزاب ميش تحب تتحالف معاني داي كل الأحزاب خايفة الكل هميش في ثنية واحدة ريتوشي مجلس النواب ريكا حكيمة مجلس تاسيسي في أول جلسة تتذكر وكا لها رجو المرجم تاع أول جلسة في المجلس تاسيسي وين وذاكا في مجلس النواب الكل هميش في ثنية واحدة ما عدى الحزبين ولا ثلاثة الطيار والمؤتمر وبالكش يزوز ولا ثلاثة من الجبعة الشعبية ولكن الأحزاب الأخرى لكل دايما فيهم الجبعة الشعبية نفسها ماشي في اتجاه واحد في ثنية واحدة والكل هميش تتحالف معاني داي باش تحمي روحها هذه الفترة تذكرني بفترة التسعينات في عهد بن علي وقلي بن علي زادة وعدنا بالحريات وعدنا أنه بشي ناحي صورة الزعيم الأوحد صارت انتخابات نقولوا شبه نزيها شبه شفافة في تسعة وثمانين كان لنا مش غالط يجي بن علي اللون يجي النهضة الثانية النهضة تمن بالكلام يقولوا لها بن علي تمشي في الخط ترقد في الثنية فيبدأ بشوية بشوية يشيطن فيها بعد ما يشيطنها ويحل الحرب عليها يتحالف مع اليسار كما توز هذا بالضبط يعني هكو تراه في البيانة بتاع الجبعة الشعبية ماشيين فرد اثنية وبعد بن علي ما يقوي يروحه وكما السبسي قاعد يتقوى تدريجين لكي يقضي على الجميع هذي نحن ثنية اللي ماشيين فيها يجينا نشوفوا السبب الثالث تبالعيطات البيجي قايد السبسي هاو الكذب متاعه احنا نشوفوا فترة 2011 والكذب متاع البيجي قايد السبسي نبدأ القناصة إشاع هاو مزلته كانت راه وجي بعد 2011 بش نوقفها السياسة معاودنا يريني هاو كل يوم مرة في وجهه الى يومنا هذا نكمل اكثر من هاك اكبر كذبة ضحك واكبر حتى من كذبة عليسا اللي صارت على مزيغ كذبة البيجي قايد السبسي كنسدوه في الوطنية قالوا له عليش رشيد عمار بعثتوه القتر قال لهم ماشي بشي جبنه مواطن شغل قتر عنا معاها تعاون كبير من قبل من قبل التغيير ومن قبل ابن علي وعنا متوظفين يقدموا غادي وعنا مشروع لربما بشي اخذونا 20.000 انا مشيت الواحدة المفروض مفروض والواقع واقع هاني جاوبتك اما تقولي نجلب انا ولا نقول هذي يعني حتى تفل عمره خمسة سنين يقوم يضحك يخي رشيد عمار ولا وزير مالية يخي تجده على شكون يعني كذب الكبير قال لك البيجي قايد السبسي يحبي يحمينا من الارهاب تي هو اجتماع للجابة الحزب العمال سامحوني في حي التضامن في 2011 دخلوا عليه متشدين دنيين والحرس الوطني قدام وقت المقر متاع الاجتماع وما تحركتش منه شعرة وما جاء حتى امر للتدخل وخرج نهارتها حمال همامي واتهم مباشرة حكومة البيجي والبيجي شخصيا في اللي صار له وين هم الناس هذوما اللي ضربوا وجرحوا مناصرية حزب العمال لا تشدوا ولا اسمعنا باهم لا حد شي الانسانة ذاهم ان الجمش يحمي اجتماع شعبي في 2011 يحب يحمينا بلاد كاملة من الارهاب جدت عليكم بيه فما الناس يقولوا هذوما تبالعي تاتة 2011 يستحيل بلكشي 2014 شخص جديد وتبدل ويستحيل مش عاود يكذب علينا في 2014 اول كذبة او ديزان اول ضحكة قال الحرب في ليبيا بشتوفة كيوفة الكرتوش يعني ذا ما نعرش اذا انسان عنده كل مديرك العقلي نجم يقول الكلمة ذاية نمشي والتبالعيتها الثانية الدموع التماسيح اللي سايبها في الحال فاوين وقال كيفاش الحم غلى والناس ما عاشتاش نتخل التشري عليه والخضرة والفلفل والتماتم ياسيدي هاي الميزانية متاع نيديت عاملة 2015 والموخ مستاش وتم التصويت عليها الميزانية هي ميزانية تقشف بالعكس يعني راه اسعار المواد الاساسية بس تزيد تطلع والدعم بس تزيد يونقص والليامات مبيناتنا وهي حاجة طبيعية خطرتوها حاليا كل الدول العالم والميزانية تقشف يعني هذي كذبة هابش توفوها وتشوفو انعكاسيتها في الفترة القادمة اخر حاجة توا قالها قايت بيجي سيبسي انه تحية تونس تحية تونس ولكن في نفس الوقت برنامج انتخابي قايم على انه يحب يلغي عقوبة السجن في المخادرات تعرفوا ما معناته هذي؟ يعني تفجير الاستهلاك تفجير للسوق يعني الطلب بش يزيد يعني وخاصة انه الراء وانه الفروخ متاع بن علي والفروخ متاع الترابلسية اللي في الحبوسيت خرجت الكل يعني بارونات الدروك بش ترجع المافيات متاع المخدرات بش ترجع وبش ترجع تحكم فينا بالترهيب ونرجع وخايفين وبش تتحل سيسيليا جديدة في تونس واكثر حتى من عهد بن علي ونجم ونقول حتى كولومبيا في تونس بش تتحل ونزيدكم معلومة اخرى اللي برشا ما يعرفوا هاش انه الزطلة والحشيش راية التزرع في الحدود الشمالية ما بين تونس و الزير الحدود هذه اللي فيها بيدها الارهيبيين يعني بش تيرلنا كيم افغانستان بش يولي المخدرات هي مصدر تمويل بعد ما تقص عليهم التمويل تواها ناريناهم ولاوا يعملوا في البركاجات تواكي بش ترجع المخدرات تولي نورمال في البلاد طبيعي جدا مش تولي اول مصدر تمويل ومش يرجع الارهيب والقنابل هذا كلام تا واحد مسؤول هذا يحب تونس تحيط يحب يقتلها تونس بابناء وشبابه وباحس المفامة انا ان شاء الله لهنا والدين يسمعون يعاقلين يفهموا ورزان ويعرفوا الاختر اللي قاعد يسوق لي اللي بيجي قايد السبسي واخر تبالعيته اخويا شبيه ما يكشف الناش ممتلكاته في 2014 اخويا مش في 2014 انا نقول في 2011 اخويا شهمنا ممتلكات متاعه يكشفنا على حالته الصحية اخويا شهمنا عن حالته الصحية انصاروا مو يعايتو لغول اخويا شبيه لغول خايف من المناظرة انساء احنا فدينا من الاتهامات فدينا من الكذب نحب ونسمعوا برامج البرامج رأوا من نجم ونسمعوها كان في مناظرة حقيقية شفافة تتعمل في الوطنية واحد مش في مؤسسة مختصة يختاروا الزوز كل واحد يختار صحفي بش هكيكة تقعد دحيات والصحفيين الزوز ينظم واسلتهم أبعاثهم وكل واحد يسأل الأسألة متاعه للمرشح للرئاسة خلناسمعوا برامجكم وخلناعفوا شكل يكذب على الشعب شكل ما يكذبش كان أنت تقدم في روحك إنسان صادق ونحن نحب نصدقوك أنا بالكش نبدل ونصوط لك لك أنتي نحب ونسمعوا البرامج جزينا كما تقولوا أنت منطيح لك باش أعملوا مناظرة كما كل الدول الديموقراطية برنامج ضد برنامج وخلناسمعوكم خلي الشعب يعرف الحقيقة هذا نحب ونصلوله اللي حبيت نقوله زيدا قبل ما نكمل وذية تكون الخاتمة في كلامي أنه إذا بن علي بالحق ما تحبغوش يرجع ما لزمش السكوت يرجع ويلزم ديما كلمة الحق تتقال وما يلزمش الخوف يرجع رأي الخوف ترجع هي اللي ترجع الدكتاتورية وانتوما تعرفوا أنه في أي بلاد في العالم تبدأ بالكلمة الساكتة هكيكا ترجع بشوية بشوية الدكتاتورية هذي كلويش نحنا المبادرة اللي عملناها متاع حركة أطباء ضد الدكتاتورية نحبوها تتوسع على كل الفئات في الشعب التونسي ونسمعوا بحركات طلاب ضد الدكتاتورية أو نساء ضد الدكتاتورية أو شباب أو مهندسين نحذروا منتوى باش نخلقوا مجتمع مدني بديل خاطر واضح للمجتمع المدني بتاعنا مجتمع مزيف باش يصفق ويطبل كيمة الإعلام ووقت الدكتاتورية باش ترجع نحن لازمنا نحن نحن لازمنا نخلقوا المجتمع البديل نحذروا رواحنا للمواجهة خاطر واضح أنه الدكتاتورية راجعة مش هنا نقول هكا التاريخ يقول هكا أقرأوا التاريخ منذ بداية الثورة الفرنسية أي ثورة دعات للحرية إلا ونقلبوا عليها ورجعت الدكتاتورية الثورة الفرنسية الثورة في الدول الشرقية آخرها أوكرانيا الثورات في الدول العربية إن شاء الله تونس تكون استثناء ولكن إن تونس لم تكن الاستثناء على الأقل نهيقوا نفسنا من طول للمواجهة الدكتاتورية التي تستنى فينا هذيك الوش أنا نقول لكم راهو نهار 21 ديسمبر ماهوش نهار عادي هو يوم التفويض يوم التفويض اللي بش يفوض فيه الشعب التونسي للسبسي كما فوض الشعب المصري للسيسي بش يفض اعتصامات رابعة في الدم وفي الحزن وفي البكاء نحنا بالنسبة لنا التفويض بش يكون للسبسي أنه بش يرجع يحل حبوسات بش يرجع يقمع بش يرجع يقتل بش يرجع التعذيب كما عذب قبل بش هات اليساريين مثل الجلبير نقاش هذا الكل بش يرجع مع واحد كذب كما البيجي اللي حبنا نصدقوه أنه بش يكون حامل حريات لازمنا نقوله ليه لرجوع الدكتاتورية وبالتالي نهارة 21 ديسمبر نطلب منكم أنكم تغطسوا صبعكم في الأحبار اللازرق أما بربي بربي ما تغطسوش صبعكم في الدم الأحمر خموا في ولادكم وفي ولاد ولادكم